ننتقل الآن إلى الميادين حيث عنوانات واشنطن الإعلام الإسرائيلي يروج لتقارير خاطئة حول التطبيع مع السعودية قالت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف خلال جلسة استماع أمام الكونغرس أن هناك تقارير خاطئة وتداول مفرط في الصحافة الإسرائيلية بشأن التطبيع الإسرائيلي السعودي المحتمل وتنوى لموقع فورين سينت التابع للجنة مجلس الشيوخ الأمريكية للعلاقات الخارجية الأمريكية ما قالته ليف التي أشارت إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى خطوات تدريجية أقل من التطبيع الكامل على حد قولها كلام ليف جاء ردا على سؤال السينتر كريس ميرفي عن التطبيع حيث قال كان هناك الكثر من المصادر التي تحدثت عن محادثات مسبقة وأن هناك اهتمام لدى السعودية للتطبيع مع إسرائيل لهذه التقارير تضمنت لائحة من المطالب من السعودية إلى الولايات المتحدة وتضمنت شروط الموافقة على التطبيع وفيما تعمد بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية المقربة من نتنياهول الحديث عن تطبيع واشيك مع السعودية تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية أخرى بأن السعودية لا تريد الآن التطبيع مع إسرائيل وحان الوقت كي نفهم الإشارة والآن إلى الخليج أونلاين روسيا ناقشنا مسألة قبول السعودية في تحالف بريكس أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مناقشة مسألة قبول المملكة العربية السعودية في تحالف بريكس وقال لافروف للصحفيين عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية لبريكس إن وزراء خارجية الدول لبريكس ناقشوا بالفعل مسألة قبول السعودية في المجموعة وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قال في وقت سابق بأنه سوف تتم مناقشة قضية توصيع البريكس خلال الاجتماع الوزري في كيب تاون وأضاف هناك العديد من المرشحين الأقوياء للانضمام إلى بريكس والمملكة العربية السعودية واحد منهم وتابع نحن ندعم ترشيحهم دون قيد أو شرط وسنبدل قصار جهدنا لضمان عدم تأخير عملية تطوير المعايير لقبول الأعضاء الجدد وأمس الخميس بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره الروسي علاقات الصدقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة فضلا عن الأزمة الأوكرانية الروسية جاء ذلك على هامش الاجتماع الوزري لأصدقاء مجموعة البريكس بمدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس نختم مع صحيفة عقاذ حيث عنوانات تركي الشيخ يعلن عن أطخم جولة ترفيهية عبر جولة المملكة تضم 17 مدينة أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبد المحسن الشيخ أنه بإضافة منطقة نجران أصبحت جولة المملكة أطخم جولة ترفيهية حول المملكة والتي تضم 17 مدينة بشراكة استراتيجية مع برنامج جودة الحياة وتنظيم وإدارة الشركات السعودية المحلية في جميع المناطق وأضاف الشيخ عبر حسابه على تويتر أنه أتيحت الفرصة للمئات من أبناء وبنات الوطن للمشاركة في جميع مراحل الفعاليات الترفيهية من قبل بداية العروض والمشاركة في تقديمها وجميع الخدمات المساندة لها من تنظيم وتقديم العروض الإبداعية والخدمات اللوجستية والتقنية المصاحبة لكل عرض إلى هنا نصل إلى ختام هذه الجولة شكرا لكم وإلى اللقاء